بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أرحب بكم أبناء طلاب وطالبات الصف العاشر في حلقة جديدة من دروس فنون البلاغة وموضوع حلقتنا اليوم هو الطباق والمقابلة كونهما من المحسنات البديعية تعالوا بنا أبنائي إلى الشرح والتفصيل ولكن بعد فاصل قصير تابعونا مرحبا بكم من جديد أذكركم أبنائي أن موضوع حلقتنا اليوم هو الطباق والمقابلة كونهما من المحسنات البديعية وقبل أن نشرع في تفصيل الحديث عنهما حري بنا أن نتعرف بعض الأمور المهمة منها ماذا تعني المحسنات البديعية وما أقسامها وأي الأنواع مقرر علينا نبدأ بتعرف معنى المحسنات البديعية والمحسنات اسم مشتق اسم فاعل من الفعل حسن يحسن تحسينا ولفظ البديعية هو اسم منسوب إلى كلمة البديع والبديع هو المخترع على غير مثال ويأتي أيضا البديع بمعنى المبدع وذلك مصداقا لقوله تعالى بديع السماوات والأرض وعلى ذلك أبنائي يكون المعنى الاصطلاحي للمحسنات البديعية أنها وسائل تستخدم لتحسين الكلام وزيادة القول حسنا وطلاوة وتقبلا شريطة أن يوافق مقتضى الحال وتتضح دلالته على المراد لفظا ومعنى أما عن أنواعها فالمحسنات أبناء قسمان محسنات معنوية ومحسنات لفظية وفي المحسنات المعنوية سنتناول بإذن الله تعالى الطباقة والمقابلة وهما موضوع حلقة اليوم أما المحسنات اللفظية فسنتناول بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة السجعة والجناس تعالوا يا أبنائي نبدأ بالمحسن المعنوي الأول وهو الطباق فماذا يعني الطباق؟ الطباق أبنائي أن نجمع بين متضادين لفظا أو معنا في جملة واحدة أو سياق لغوي متصل وهو نوعان طباق الإيجاب وطباق السلب كما تلاحظون أمامكم على اللوحة أما عن طباق الإيجاب فإليكم أبناء هذه الأمثلة قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ويقول تعالى أيضا وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا ويقول تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نبدأ بالمثال الأول أبنائي لاحظوا تجدوا في هذا المثال لفظين متضادين ما هما أحسنتم؟ إنهما لفظا أيقاظا ورقود لاحظوا أبنائي تجدوا أن هذين اللفظين اتفقا في النوع كلاهما كما تلاحظون كلاهما اسم أي أن التضاد هنا حدث بين اسمين بين لفظين من جنس واحد وهو الإسم أما في المثال الثاني فالآية القرآنية كما تلاحظون احتوت جملتين الجملة الأولى أنه هو أضحك وأبكى وفيها أيضا لفظان متضادان هما أضحك وأبكى أما الجملة الثانية وأنه هو أمات وأحيا وفيها أيضا طباق آخر وهو أمات وأحيا أما في المثال الثالث فالطباق أكاد أسمعكم وأنتم تقولون أن الطباق بين لا يستأخرون ولا يستقدمون وكما تلاحظون في هذه الأمثلة جميعا التضاد وقع بين فعلين بين أضحك وأبكى أمات أحيا لا يستأخرون لا يستقدمون لاحظوا أبنائي في الأمثلة السابقة أن الطباق حدث بين فعل وفعل وبين اسم واسم والآن أبنائي ننتقل لنرى طباقا بين حرف وحرف وذلك يبدو في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهم لاحظوا أبنائي أين الطباق هنا أكاد أسمعكم وأنتم تقولون الطباق بين لهن وعليهم وكلا اللفظين من قبيل الحرف أي أن الطباق حدث بين حرفين ننتقل إلى المثال التالي وفيه يقول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه أين الطباق هنا أبنائي إن الطباق بين كلمتي ميتا وأحييناه كلمة ميتا هل هي اسم أم فعل بالفعل هي اسم وكلمة أحييناه هي فعل إذن الطباق هنا حدث بين ماذا وماذا حدث بين الاسم والفعل ننتقل للمثال السادس وفيه أيضا يقول الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد أين الطباق أبنائي الطباق بين كلمتي يضلل وهاد يضلل فعل وهاد اسم أي أن الطباق حدث بين الفعل والاسم نخلص من ذلك أبنائي أن الطباق كما قلنا هو أن تجمع بين لفظين متضادين أو معنيين متقابلين في جملة واحدة أو سياق لغوي متصل ولا يشترط أن يتفق اللفظان في النوع فقد يكون بين اسم واسم كما رأينا أو بين فعل وفعل أو بين حرف وحرف أو بين لفظين مختلفين اسم وفعل أو غير ذلك وهنا قد يسأل سائل منكم أبنائي ولماذا عددنا هذا النوع من طباق الإيجاب لماذا سمي طباق الإيجاب ولكي أجيبكم عن هذا السؤال تعالوا بنا يا أبنائي نتأمل الأمثلة مرة أخرى لاحظوا معي أبنائي في المثالين الأول والثاني الطباق بين أيقاظا ورقود كلا اللفظين موجب موجب أي غير منفي كما تلاحظون وكذلك في المثال الثاني الطباق بين ميتا أحييناه وكلاهما أيضا أبنائي لفظان موجباني أما في المثالين الثالث والرابع لاحظوا تجدوا أن الطباق حدث بين لفظين سالبين أي منفيين لا يستأخيرون لا يستقدمون وفي المثال الرابع أيضا حدث الطباق بين لفظين سالبين لا يحزن يأبل فرح وهنا قد يعترض معطرض ويقول أين النفي في يأبل فرح لا يحزن هذه جملة منفية حقيقا هذا أمر حقيقي أما يأبل فرح أين النفي أقول يتم السلب أبنائي إما بحرف نفي صريح كما تلاحظون لا يستأخرون لا يستقدمون لا يحزن أو بلفظ يحمل معنى النفي مثل لفظ يأبى وبعض الأدوات التي تستخدموا في الاستثناء أيضا أبنائي قد تؤدي معنى نفي إذن أبنائي أبنائي عددنا هذا النوع من طباق الإيجاب لأن التضاد حدث بين لفظين كلاهما إما موجب أو كلاهما سالب وهذا هو المقصود بطباق الإيجاب أن تجمع بين متضاد أبنائي اتفقا في الإيجاب أو اتفقا في السلب كما ترون أمامكم على اللوحة أنتقلوا بعد ذلك أبنائي إلى النوع الثاني من الطباق وهو طباق السلب وإليكم هذه الأمثلة يقول الله تعالى فلا تخشوا الناس وخشون ويقول تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ونقول أحيانا رأيك صحيح رأيك قد يكون صحيحا أو غير صحيح ويقول السموأل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول لاحظوا أبنائي هذه الأمثلة تجدوا مثلا أن الطباق في الآية الأولى وقع بين لفظين وهما لا تخشوا الناس واخشون لاحظوا أبنائي أحد هذين اللفظين مثبت والآخر منفي اخشون مثبت لا تخشوا منفي وهذا أبنائي ما نسميه طباق السلب أي أن تجمع بين متضضين اختلفا سلبا وإيجابا كما تلاحظون وهو هو الأمر في المثال التاري انظروا يستخفون ولا يستخفون أحدهما موجب والآخر سالب كما ترون والأمر كذلك في المثال الثالث انظروا صحيحا غير صحيح وكما قلنا أن لفظ غير يقوم مقاما نفي لذلك عددنا هذا المثال من قبيل إيجاب طباق السلب كما تلاحظون وفي المثال الأخير من يدلني على الطباق في هذا المثال أحسنتم إنه بين كلمتي ننكر ولا ينكرون أحدهما موجب والآخر سالم هكذا أبنائي كما تلاحظون نخلص من ذلك إلى أن طباق السلب كما تلاحظون أن تجمع بين متضاضين اختلفا إيجابا أو سلبا كما لاحظتم في الأمثلة التي عرضناها بعد أن فهمنا أبنائي ماذا يعني طباق الإيجاب وطباق السلب لدينا فائدة مهمة تعالوا بها نراها من خلال هذين المثالين يقول أبو تمام في رساء أحد الأبطال تردى ثياب الموت حمرا فما دجالها الليل إلا وهي من سندس خضر أين أبنائي الطباق في هذا المثال أسمع أحدكم وهو يقول إنه في كلمتي حمر وخضر وكما أجاب زميلكم هذه الإجابة أكاد أسمع آخر يعترض ويقول أين التضاض هل الأحمر يقابله الأخضر هذا ليس تضاض ولكن أعود بكم أبنائي إلى تعريف الطباق أن تجمع بين لفظين متضاضين أو معنيين متقابلين فكلمة حمرا هنا أبنائي لها معنى ماذا تعني هذه الكلمة في سياقها إنها تعني أن ثياب هذا البطل لطقت بالدم لذلك بدت حمراء لأنه قتل والقتل خير أم شر إنه شر لحق به في عرفنا هكذا نعد القتل أما كلمة خضر فماذا تعني تعني أنه بات في الجنة بات في الجنة والجنة هي الخير إذن الشاعر هنا قابل بين ماذا وماذا قابل بين الخير بين الشر الذي لحق به بالقتل وبين الخير الذي حصل عليه بدخول الجنة لذلك عددنا هذين اللفظين من قبيل الطباق رغم أن اللفظين ليس متضادين لفظا كما لا تلاحظون وهذا الأمر ينطبق كذلك على قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم أين الطباق هنا الطباق كما تلاحظون أبنائي بين لفظي أشداء و رحماء وأيضا هذان اللفظان أبنائي في الحقيقة لا تضاد بينهما الطباق بين أشداء و رحماء وهنا أيضا هذا الطباق ليس طباقا في اللفظ إذ إن الرحمة يقابلها ماذا الرحمة يقابلها القسوة والشدة يقابلها اللين ولكن المعنى هنا أحدث الطباق فهو طباق في المعنى وهذا النوع أبنائي من الطباق نسميه الطباق الخفي الذي يكون في المعنى دون اللفظ هذه أبنائي أو هذا أبنائي هو الطباق إذن أبنائي نخلص من ذلك إلى أن الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام وهو نوعان النوع الأول هو طباق الإيجاب والنوع الآخر هو طباق السلب وفي طباق الإيجاب هو أن تجمع بين وهو ما لم يختلف فيه الضداني نفيا أو إثباتا أما طباق السلب أبنائي فهو ما اختلف فيه الضداني نفيا وإثباتا بعد أن انتهينا أبنائي من الطباق تعالوا من أبنائي ننتقلوا إلى الشق الثاني من حلقتنا اليوم وهو المقابلة فماذا تعني المقابلة لكي نتعرف المقابلة أبنائي إليكم هذه الأمثلة يقول الله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع ونقول أيضا لاحظوا أبنائي هنا في المثال الأول تجدوا أن هناك ألفاظ متضادة كم لفظ قابل كم لفظ فليضحكوا قوبلت بيبكوا وقليلا قوبلت بكثيرا إذن لاحظوا التضاد لم يكن بين معنا واحد وإنما كان بين معنيين بين الضحك والبكاء والقلة والكثرة وهذا أبنائي هو مفهوم المقابلة أن تجمع بين معنيين أو أكثر وضدهما على الترتيب رأينا الآن معنيين تعالوا نرى أكثر من ذلك في المثال الثاني أين الألفاظ المتضادة انظروا تكثرون ضدها تقلون الفزع ضدها الطمع وهما أيضا جمع بين معنيين وضدهما تعالوا ننتقل إلى المثال الثالث وفيه يقول الشعر ما أحسن الدين والدنيا إذا جتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل أين الألفاظ المتضادة هنا أبنائي انظروا أحسن وأقبح الدين الكفر الدنيا والإفلاس وهنا قد يسأل أحدكم هل الدنيا ضدها الإفلاس في الظاهر لا ولكن يقصد بالدنيا هنا معناها معناها والخير الذي تجلبه الإنسان أما الإفلاس فهنا من لديه فضده هو المفلس لذلك التضاد هنا تضاد من قبيل المعنى كما سبق أن رأيناه في الطبق إذن أبناء لاحظوا هنا في هذا البيت ثلاثة معان بالترتيب قوبلت بثلاثة معان أخرى بثلاثة معان أخرى على نفس الترتيب ننتقل إلى البيت الرابع وفيه يقول البحتري وباصط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله تعالوا بنا نحدد ألفاظ المتقابلة في هذا المثال وأولها باصط باصط ويقابلها قابض ثم خير يقابلها شر فيكم يقابلها عنكم ثم بيمينه يقابلها بشماله هنا أبنائي اجتمعا أربعة معان يقابلها أربعة أخرى بنفس الترتيب إذن أبنائي كما لاحظتم هذه هي المقابلة أن تأتي بمعنيين أو أكثر وتقابلهما بما بما هو ضدهما بنفس الترتيب الذي ورد عليه كل منهما في سياقه تعالوا بنا ننتقل إلى المثال الخامس وفيه يقول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى أين الألفاظ المتضادة هنا أبنائي أعطى وبخل اتقى واستغنى وهو تضاد معنوي أبنائي كما تذكرون صدق وكذب ثم اليسرى والعسرى أربعة معاني قوبلت بمثلها بنفس الترتيب وهنا قد تسألون هذه أربعة والسابقة كانت أربعة فلما التكرار أقول لكم أردت أن أنبهكم إلى أمر مهم لاحظوا أبنائي شطر المقابلة الأول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن تجد أنها فيها شرط أما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسر هذا شرط لذلك أبنائي ينبغي إذا كان في شطر المقابلة الأول شرط أن يوجد شرط أيضا في الشطر الثاني للمقابلة كما تلاحظون فأما وأما وهذا شرط للمقابلة متى احتوت المقابلة على الشرط إذا أبنائي من خلال هذه الأمثلة نخلص إلى أن المقابلة تعني أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب بعد أن فهمنا أبنائي ماذا تعني المقابلة وسبقها تعرفنا على الطباق تعالوا بينا تعرف أمرا مهما آخرا وهو بلاغتهما أو قيمتهما الفنية ولكي نتعرف ذلك تعالوا بنا نرى هذين البيتين الذين يجسدان هذه البلاغة قال الشعر الوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه ضد لاحظوا أبنائي تجدوا أن الشعر هنا أوجز لنا القيمة الفنية للطباق والمقابلة الشيء ونقيضه متجتمعا في سياق واحد في مكان واحد كل منهما يظهر الثاني على حقيقته فهنا الوجه الأبيض مثل الصبح اجتمع بجوار الشعر الأسود مثل الليل فكل منهما بدى على حقيقته وهذا أمر ينطبق على كل متضضين يجتمعان في مكان واحد وهذه أبنائي هي القيمة الفنية للطباق والمقابلة هي إبراز الشيء بالجمع بين الشيء ونقيضه بعد أن تعرفنا أبنائي القيمة الفنية للطباق والمقابلة تعالوا بنا أبنائي نعمق فهمنا من خلال هذه التدريبات ونبدأ بالتدريب الأول وفيه نقول ميز الطباق من المقابلة محددا موضع كل منهما فيما يلي قال صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات هنا أبنائي هل هذا طباق أم مقابلة تعالوا نرى كم لفظ قوبل بكم لفظ انظروا إنها مقابلة لماذا لأننا قابلنا الجنة بالنار والمكاره بالشهوات فهذه أبنائي مقابلة أما في المثال الثاني الناس نيام فإذا ما تنتبهوا أسمعكم وأنتم تجيبون وتقولون هنا طباق إيجاب أحسنتم بين ماذا وماذا بين نيام وانتبه شاهدنا التالي أبنائي يقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول الشار فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى هنا أبنائي في الآية الأولى فيها كما تلاحظون طباق السلب بين كلمتي يعلمون ولا يعلمون أما في المثال الرابع أحسنتم مقابلة بين شطراء البيت والحياة والممات وتسر ويغيظ والعدى والصديق بعد ذلك أبنائي تعالوا ننتقل إلى تدريب آخر وفيه ضع علامة صحة أمام كل جملة تحتوي طباقا لاحظوا أبنائي هذا التدريب مهم جدا أبنائي لاحظوا في المثال الأول هناك طباق بين عالم وغير عالم وأيضا في المثال الأخير أيضا الطباق موجود بين لا تضر ولا تنفع انتبهوا أبنائي في الأمثلة السابقة لم نعتبرها من الطباق انظروا مقبلا غير مدبر هذين لفظان يؤديان نفس المعنى فلا تضاد بينهما وكذلك عزيز ويأبى الذل لفظان لا يؤديان التضاد لذلك لم نعدهما من الطباق وكذلك الأمر في المثال الرابع أنتقلوا أبناء إلى تدريب آخر وفيه املأ الفراغ في كل مما يأتي بالمطلوب أمامه نحب من أحسن إلينا ونريد مقابلة المقابلة ونكره من أساء إلينا أقدر الناس غنيهم وفقيرهم أحسنتم ثم إن رجل الإنسان أم لم يرضى فإن قضاء الله نافذ هذا طباق السلب أما التدريب التالي فهو حول طباق الإيجاب إلى السلب والسلب إلى الإيجاب فيما يلي ليس من العدل أن تحسن إلى الناس وتسيئ إلى نفسك نريد أن نحول هذا الطباق إلى ماذا إنه طباق إيجاب تعالوا نحوله إلى السلب نقول ليس من العدل أن تحسن إلى الناس ولا تحسن إلى نفسك كما تلاحظون نفينا الكلمة فصار طباق سلب وفي المثال التالي الحكيم من يعلم متى يكون لينا ومتى لا يكون كذلك كما تلاحظون هذا طباق سلب إذا أردناه إيجابا نقول الحكيم من يعلم متى يكون لينا ومتى يكون قاسيا أما التدريب التالي فهو حول الطباق إلى مقابلة في كل مما يأتي المؤمن يقابل الإساءة بالإحسان هذا طباق والمقابلة فيه المؤمن يقابل إساءة بإحسان الكريم ثم مثالنا الأخير وتدريبنا الأخير الإحسان يجعل العدو صديقا نجعله هكذا الإحسان يجعل العدو اللدود صديقا حميما أو بطريقة أخرى نقول الإحسان يجعل العدو صديقا والإساءة تجعل الصديق عدوا بهذا أبناء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم راجنا الله تعالى أن تكونوا قد أفدتم بما قدم لكم أشكر لكم طيبة المتابعة وعلى أمل لقائبكم في حلقة جديدة أترككم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة